أهلا بكم من جديد إذن في أول إدراج للعام سوق أبوظبي يستقبل شركة أجيلتي جلوبال هذه المرة وبالتالي هذه الشركة تثير كثير من الاهتمام في كلا السوقين وبالتالي نقف على بعض الملامح فيما يتعلق بهذا الإدراج. رأس شركة رأس مال شركة أجيلتي جلوبال نتحدث عن 10 مليارات و400 مليون سهم. القيمة الإسمية نتحدث عن 0.22 درهم للسهم وهو ينزل في عملية الإدراج وفق هذه القيمة الإسمية القيمة السوقية لأجيلتي جلوبال ثلاثة مليارات و800 مليون درهم. سعر الإدراج عبارة عن 37 فلس للسهم السعر المرجعي. السهم يتوقع أن يسجل أكثر من ذلك بطبيعة إرحال. وبالتالي شركة أجيلتي جلوبال شركة إماراتية تابعة لأجيلتي الكويتية. كبار ملاك الشركة. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تستأثر ب7 فيه المئة. الوطنية العقارية 11 فيه المئة. وأجيلتي للمخازن النسبة الأكبر 51 فيه المئة. وبالتالي يشكل هذا الثلاثي ملاك أجيلتي جلوبال التي تدرج اليوم في سوق أبو ظبي. يعني معلومات هذه عن شركة أجيلتي فيما يتعلق بأرباح شركة أجيلتي جلوبال. نتحدث عن تراجعات فيها الأرباح لهذه الشركة بـ 19 فيه المئة. في المغارضة بين العام 2022 و 2023 نتحدث عن 50 مليون دولار تراجعات في الأرباح لهذه الشركة. وبالتالي تدخل وفق هذه البيانات المالية. مستهدف التوزيعات النقدية لشركة أجيلتي جلوبال في العام 2024. نتحدث عن 130 مليون دولار. توزيع نصفها خلال شهر من الإدراج. كون هذه المحطيات يستصحبها المستثمر حتى يستطيع أن ينقف على المشهد العام لهذه الشركة. ومن ثم يدلي بدلوه ويتحرك السهم على هذا الأساس.